تي سالح تفضل بداية عندك انتي ساحبي اليوم دخلة الحرب الفلسطينية الاسرائيلية اليوم ها 40 اليوم 40 يوم من القصف 40 يوم من العنف 40 يوم من من الإبادة بصراحة ساحبي نحب نحكي عني سار البرح في الليل واليوم السباح لأنه أبشع ما شفنا وأخطر ما شفناه وأخطر ما صار للأخوة الفلسطينين في غزة هو اقتحام المبنى الشفائي في غزة وإن كانوا متواجدين 7000 نازح وأكثر من 300 ما بين الطاقم تبه ما بين تبه وممرضين وهنا صارت المجزرة الكبرى على أعين العالم أجمع سبعة رضع وقتنا نقول له سبعة رضع مزالوا في الليكوفيز تاحم مزالوا موصلوش للسن يتم قطع الأكسجين تاحم وقتلهم عمدا مع المقبرة الجماعية اللي صارت في في المشفى بيدو هنا اليوم يزيد عليها المحتل الإسرائيلي الصهيوني كونه يقتحم المشفى هذيا يقتحم اقتحام كامل ويخرج الإعلاميين والمصورين اللي نجموا يصوروا باش يوثقوا الشي اللي صار فيه وهذيا الغاية منه يا ساحبي يحبوا يبروفوكيوا حماس باش تضرب المستشفى لأنه هم متواجدين داخل المستشفى كونه هذوما هذوما أقوى قوات إسرائيلية وأمريكانية عدة جنسية وفم مرتزقة فم مرتزقة جابوهم بالفلوس باش يدخلوا للمشفى هذيا باش يبروفوكيوا حماس باش حماس يضربوا خطر يعرفوا حماس مش مش تقصى في المستشفى لأنه فيه 7000 نازح فلسطيني دونك هنا وكأني يا ساحبي سيناريو حرب العراق قاعد يتعاود حرفيا بالولدات الصغار فليبوكي اللي قالوا قتلهم من الجيش العراقي قاعدة تتعاود التصويره هي بيدها وهذه الكل يا ساحبي مع القصف البري والبحري والجوي لإسرائيل نستقصف لحتى الوين وصلوا يا ساحبي الذخيرة اللي على ذمة إسرائيل وفيت طوى تطلب في الذخيرة من أمريكا ومن لندرا ومن ألمانيا بتكمل قصف غزة وقصف فلسطين رقم وحيد يا ساحبي الذخيرة اللي وقاع استعمالها في غزة تعد بعشرات المرات للي استعملوا بوتين في أوكرانيا في ظرف 40 يوم هذة يا ساحبي هذة يا ساحبي والعرب قاعدين يتفرجوا والمسلمين قاعدين يتفرجوا عندنا جمعة القمة العربية قامت الناس قاعدة تموت الناس انشوفوا كل يوم حاجة أبشع من حاجة كل يوم يكذبوا يخرجوا في تصاور كذب والعالم يتفرج أمريكا تدعم ألمانيا تدعم الفرنسيسي كل ميدا موفيلي بيش بالعتاد والسوتيامورال ويصدقوا في كل رواية يخرجها العدو الصهيوني ويحنا قاعدين نتفرجوا آخر نادرة يا ساحبي المشفى اللي صارت فيه العملية توقع اقتحامه السبعة رضع هذوما اللي يتوفاوا اللي يتقص عليهم الأكسجين طلبوا السلطة الصحية الفلسطينية من مصر بيش يدخلوا هالسبعة رضع هذوما اللي أعمارهم أقل من سبعة شهر طلبوهم بيش يدخلوهم السلطات المصرية اللي اليوم ما جاوبتش حتى الوين؟ حتى اللي نجاء العدو ويقطع عليهم الأكسجين وتوفاوا بصراحة ساحبي الواحد مع تسعين واللاف بيش يحكي على كورة ولا بيش يحكي على ماكلة ولا بيش يحكي لأنه بصراحة اللي صار اليوم عار على الإنسانية مش على العرب ناحية العرب نسيناو عار على الإنسانية مون تحبوا توصلوا رضع بسبعة شهر يا رسول الله مازلنا نحكي ومازلنا مازلنا يا منجي هذه التظاهرات والخروج مازلنا نفخونا خرجنا للشارع ما عملوا حد شي يلزم تواء هالقاد عمتاعنا اللي قاعدوا يقودوا في العرب وقتش في السحاب وقتش في السحاب وقت اللي تفنى غزة يساحبي البرنامج متاع اسرائيل طويل قاول حل قال لك المليون وخمسمائة اللي خرجوا مدام مصر ما تقبلهمش والأردن ما تقبلهمش مش يفرقوهم على أستراليا وعلى كندا وعلى ألمانيا مش يتقسموا مش يمشيوا كليجيئين معنتها القرار مأخوذ بالإجماع والناس كله في بينهم به غزة علش رحاوها غزة هي خمسين في المئة من البني متاعها ردموه لأنهم عارفين اللي راهوا معاتش فما عودة للغزة في سكان غزة في غزة أما لهنين كلهم احلموا واحسبوا وحدكم مع ربي ما فماش حساب فما ربي واحنا قلناها من هارلولاني ربي هو الوحيد اللي قادر توقي بش ينصر أهالي غزة وشعب غزة اللي هو شعب مسلم وشعب عربي اللي غالب ملقي ناشي يشكون يعاونهم إن شاء الله ربي يعاونهم إن شاء الله ربي ينصرهم إن شاء الله ربي يستر وينقض أخواتنا في فلسطين معاناة كبيرة دمار شامل والله يهلك العدو الغاشم إن شاء الله ربي يهب تحكمته لأنه كما قالت سالح الثابتي المولى سبحانه وتعالى هو الوحيد القادر على تدمير إن شاء الله يا ربي يهب تحكمته على ناس الظلام التغاة الذومة اللي يدمروا أخواتنا في فلسطين ولا سي سالح معاش تحكي على الأمة العربية وناس خونا من أول الدنيا لآخر الدنيا من الحل الوحيد إن شاء الله ربي ينصر أخواتنا في فلسطين سيلوت في مرحبا بيك ويك عيشك خلال تمخر شوي مرحبا سي ساحبي مستمعي أخواتنا في فلسطين ويقول لي مرحبا نجم أخواتنا في فلسطين كي تشوفوك الصغيرات واحد ديما حلمو يبدى عنده صغير معناه يجي صغير في الحياة في الدنيا هذية معناها كا فريمو حاجة اكسبسونال وتشوف التعامل مع أولادنا معناها كيفاش بالطريقة هذية قلت لي اليوم الشي اللي وليت حاجة عادية حاجة عادية ومبعد يوريك يقول لكم السهيوني قاعدين يفرقوا في الأدوية وكم كواه الحاجة الأخرى اللي مبعدش فيش يخسروا علينا يخسروا يقولوا سامحونا رانا غلطنا وكيما صارت في العراق وشوفنا الشي اللي صار في العراق حتى صدام حسين الله يرحمو ينعمو اللي كان أعز صديق لأمريكا اليوم يلقى روحوا وقت لي صار الشي اللي صار في العراق ذبحوه في العيد الكبير معناه يوريك اللي شمات اللي صارته بعد يخسر عليه كان كلمة غلطنا راو سامحونا والسلام عليكم أنا قلت وسمبل موكيما قلت انتي يا أخو يا صاحبي والسي صالح اللي ثم ربي في الدنيا وروا بقدرة ربي بقدرة ربي ثم حاجة تنجم تسير وان شاء الله يا ربي في أقرب وقت النزيف هذية يوفى لأن اللي زيكسكوز اللي قاعدين يلقوا فيهم وفي الظروف هذية خليتي اليوم واحد ماش يحب يعيش عادي الدنيا مهيش عادية واثبت بالواضح أن الكهيان السعيوني يحكم في العالم مالا رجل في تفضل بالحقيقة واني جائل هنا راودتني أفكارك على أكثرها رياضية لكن ما نجمش نتوقف اللحظة هذي ما نتفعلش مع اللي قاله سي صالح والحب يقوله ممكن نجمش ما في المئة بيش فاجأ البعض لكن مش نبدأ من نقطة معينة قالها الأمين العام للحزب الشيوع السوفيتي يوما ما في آخر سنواته وليانويد برجنف قال ما عنديش لا صديقه العدو عندي مصلحة يعني هذي نحب رجع بيل سي صالح يثبت في كلابه ولي يحمل المسؤولية الأمة العربية والأمة الإسلامية راه هذيك الفترة تجاوزناه كل حده يضرب على درب و جيته إلى وجه على مصلحته ما عادش عنه الشرف العربي شرف القومي شرف الديني لا كل حده إلى وجه على مصلحته من هذه من ناحية من ناحية أخرى شخصيا كتونسي وات بسيط ما نحبش نكون مستهلك الإعلام كذا اللعبة القادرة هذه تربيت علىها من لاني عمر 12 سنة وكي نسمك تسالح تتحكي كأنك أحداث غزة كانها جديدة سرعة أول مرة أحداث غزة هي سيكليك عند سيكل يعني يمكن يفوت العشرين سنة عقل شاي اللي عايشته شخصيا ولا نعيشه فيه الآن وعمر موش جديد أنها بر القصو اللي تحكي فالأنتي وبالغلض وبالظلم موش جديد لا صارت 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 أكثر من هك وممكن أن أنت متابعتش قبل لك صدقني حتى بوجودي في الخارج في روسيا ولي كنت هنا لس باحنا صار معها وكنت كما قلت بكري نستهلك في الإعلام الكاذب كما قلت لك نحب نركز على هذا ما نحب نكون كمواطن تونسي نستهلك في إعلام كاذب وأن الرهن أي وكالة أعلام أي قناة تلفازية تعطيني الصورة موثقة بالتاريخ وبالمكان لأن الأعيب الإعلام الكاذبة اللي صارت في ليبيا ولي صارت في سوريا ولي صارت حتى في مواقع أخرى في اليمن شبعنا منها لكن في الوقت الحاضر واقع الميداني لا تنجم تعرفوا حتى أحد إلا اللي يعيشوا إلا المواطن الفلسطيني اللي بسيت واحنا نستهلكوا في إعلام من جهة واحد نحنا نجم فلسطينيين يتكلمون بالذبت بالذبت لكن هذا ما في شي حتى صحيح طيب أنت تستخرى بتقول كيف يش أن يحب إنسان موضوعين نحب الحقيقة الحقيقة ما نجمش نخدم من مصدر واحد لكن ما نتولوش سيساء الخطر هنا موضوع نقاضي للأسف ما عادش نجم نعمل ولا أمو عربية لكذا وبناحية أخرى الحقيقة ما نعرف واش حقيقة الميدان ما نجم عرفها كان الإنسان العايش الغادي نتمنى وغض أفضل وهذا كل قيمة اللي نستنوا فيها واكلونا من قيمة حقوق الإنسان وحقوق الإقليات وحقوق الطفل وحقوق كذا هذي كل كل هي يعني من زمان أحنا غير أحنا نصلي بها عنا كالصبايحية ذاك ويواكلونا فيها وما عادش عنده حتى قيمة لنا يصري أكثر ولا أسفل ذو الحبي ساند فلسطين حسب راينا كمواء塔 تنسي يخدم بلاده ويسلح إقتصاده ويامل إقتصاد قوي فيوديك رئيس بتي يقانطي قرارات قوية و between هذا الحقيقيبي ساند فلسطين كل تمام بنادك يقوم بلاده مرة لتعاعد فلسطين هاش وأزمة اقتصادية غدك تعمل بلادك تقوي رئيسك بشيخ القرارات الصحة وهي زيو اللي واعترض. احنا من الاسف قاعدنا كان في الشعارات الفارغة كي مقول. واضح سيلوت في الكبير. ان شاء الله ربي ينسر اخواتنا دائم النجم وقلوه ما بيدناش حال لكن جاي بيدينا. كل شي مستعدين نعملوه من اجل اخواتنا في فلسطين وفي غزة. خلنا رجو نحكي كورة شوية متابعة لقضية.